كتير طبيعي نحس بمشاعر الألأ، الخوف، الحزن، يمكن الغضب بيضل ظروف أزمة كورونا لأيك توصياتي لكل الأشخاص الموجودين بالكورنتين والهوم آيزوليشن حاولي نعبر عن مشاعر الألأ والخوف اللي عم نحس فيها وأي أعراض جسدية أي آلام عم نعاني منها، أي مشاكل بالنوم، كوابيس، ولكن لوقت محدد بعدها نندقل نحكي عن مواضيع مختلفة، ممكن تكون ببساطة أفلام أو مسلسلات كتير مهم نعمل عملية الإلهاء، خاصة بالظروف والمعلومات اللي عم نسمعها عن كورونا والأخبار اللي عم نسمعها عن الكورفيو اللي رح يصير حضر التجول فمشان هيك كتير مهم نزيد من العناية بالذاتية به حالنا لهيك الأنشطة الجسدية، تمارين استرخاء، تنفس، تأمل ويمكن يكون ببساطة نحاول نعمل الأشياء اللي لنا فترة عم نأجلها لنعود بالبيت زي تعزيل مثلاً كتب، سيديز، واعي، إلى آخره كتير مهم نقلل الفترة اللي عم نسمع فيها أخبار عن إلزمة كورونا من خلينا نحكي مرة لمرتين، بقدر أسمع الصبح، بقدر أسمع مرة المساء عشان أظني أنا أبديتت بكل المعلومات والإجراءات اللي لازم أعملها لأوقفها حالي ونتذكر إنه يمكن بزيد نسبة قلقنا إنه ما بنعرف شو رح يصير، قمت بنرجع لللايف ستايل الطبيعي تعنا لهيك ندعم بعض بهاي الفترة، إشي كتير مهم بشتة الوسائل للتواصل مسيجات، phone calls، e-mails، social media platforms ونتذكر إنه we're all in this together تقدم الإصبقاتبات شكراً سوى